طبعا بالنسبة لسؤالي عبر صفحة الفيسبوك شكرا لكل يلي تواصلوا معي دادو بغدادي بونجور جو كتير حلو الواحد يغامر اذا ما الواحد تعب وغامر ما بيوصل لا هدفه مديحة كمان صباح الخير مديحة من كل حياتي انا بحب اوصل للامور مش بسهولة لازم نتعب على الهدف هلا ايوب حلو المغامرة لتوصل الهدف ليحطوا براسك اكيد الاختيار السهل بس المغامرة ككل بتوصلك لاكتشافات ونجاحات مبهرة بحياة كل شخص صباحكم الله بكل خير وصباحك يا رب نيرا غريب صباح الخير جزايا في نسبة الي بحب المخاطرة لانه الشي اللي بيجي بالتعب بيكون له اهمية اكتر بكتير زهرة الجبل من خاطر حتى نوصل لهدفنا لانه من حب التحدي برافو يا زهرة ليلي الطحان يصعد صباحك جزاف وصباحك يا ليلي وان شاء الله دايما بيكون بحياتكم امور تصلكم بالسهل مش غلط بس اسعى لعبد لا اسعى معك كل شي بيجي بالسهل بيروح بالسهل بقى اهم شي تشتغلوا على اهدافكم بالحياة وتوصلوا مطرح ما انتوا بدكن وتصدقوا الصورة اللي براسكن وصدقوني اي صورة ترسموها فيكن تصلولها هيدا بكل علوم العالم بقى السئة بالنفس اه شغلي اه مهم جدا نحن وياكن مكملين عالم الصباح اه اليوم اتناش ونص بتوقيت بيروت نختم استثنائيا نقل وقائع المحكمة الدولية هلأ رح نروح نحن وياكن على المطبخ مع الشاف حسين صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتبعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشة تلفزيون مستعبل اليوم في عندنا ثلاث وصفات عندنا فول باللحمة والسلق ايضا في عندنا راس التمر وراس التمر اليوم محضرينه نحن برقائق الدرة بس ولكن مشاهدينها فيكن تحضروها كمان بالشوفين وعنده جوانح بسلسة الحامض الجوانح بسلسة الحامض على النار وعندنا الفول كمان على النار لكن هول وصفتين نحن مشاهديننا بلشنا فيهن بتاني فقرة او اول فقرة من رشية ملح طيب لكان خلينا انا وياكم نشوف شوفي عنا على النار بالاول قبل ما نبلش وصفة الحلو لان بعد نقصنا وصفة الحلو راح نحضرها انا وياكم لهالوصفة طريقة كتير سريع طيب عندي على النار لكان مشاهديننا عنا الجوانح هول الجوانح جبت انا جوانح الجاج تبالتون بعسل تبالتون بسلسة السويا وايضا مشاهديننا فلفل اسود حطينا سكر خل احمر عصير حامض وهيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة لكان بعد ما تبالناها بس هون انا بدي اقول لكل المشاهدين يستحصل ان تبالهم نحنا حوالها ثلاثة لاربع ساعات قبل ما نطبخهم او قبل ما نقليهم لكان تبالناهم حطيت قليه على النار في بقلبة زبدة فيكن تحطوا طبعا زيت نباتة بس ولكن مشاهديننا انا حطيت زبدة وعم بقلي الجوانح بالزبدة طيب الجوانح بلشوا تقريبا يستووا انا هون شو بعمل بيضل في عندي من الصلصة اللي تبالت فيها الجوانح لكان هايدي الصلصة اللي تبالنا فيها الجوانح بيجي وبضيفها برجع انا فوق الجوانح بخليهم يغلوا مع الصلصة لكان ضفة الصلصة لقلون اللي هي الصلصة برجع بيد لكل المشاهدين عسل سكر صلصة السوية خل احمر وايضا عصير حامض طبعا هون بقولك للمشاهدين فيني حطلة كمان من برش الحامض ما عندي اي مشكلة اذا ضفت لقلها برج حامض بس طبعا ما بدنا ننسى كمان الفلفل الاسود لكن هايدي هي الوصفة على النار تركينا نحنا لحتى تستوي بعد ما تستوي رحشيلها اسكبة مع شرائح الحامض انا وياكن خلينا ننتقل لحتى نبلش بوصفة الحلو وصفة الحلو كمان وصفة سهلة رح نحضرها بطريقة كتير سريعة عندي من التمر لكن مشاهدين في عندي تمر بحط التمر بالخلاط الكهربائي عندي رقائق الدرة لكن عندنا رقائق الدرة هاي المقادير كمان عم نشوفها قدامنا على الشاشة حطينا تمر هايدي رقائق الدرة منضيف رقائق الدرة بحط هيل مطحون كمان مشاهديننا منضيف الهيل المطحون وايضا بدي ضيف كمان ارفة لكان عندي هيل وعندي ارفة بدي ضيفهم لوصفة الحلو بجيب برتكال هيدا البرتكال طبعا بدي حط برش برتكال وابدي حط كمان عصير البرتكال لكن بحط برش برتكال متل ما عم نشوف بها الشكل اوكي هيدا نحنا ضفنا برش برتكال وايضا رح جيب من عصير البرتكال ضيف عصير برتكال وايضا رح ضيف من برش جوز الهند لكان هيدا كمان برش جوز الهند وبيضل في عندي زبدة الفستق رح ضيف زبدة الفستق كمان لوصفتنا اوكي بحط انا معلقة وحدة من زبدة الفستق والباقي طبعا رح ضيفه انا بالحشوة ما كترت لكان زبدة الفستق اوكي عم بخلط هالمكونات كلها سوا مع بعضا مع التمر مع رقائق الدرة مع عصير البرتكال مشاهدين برش البرتكال برش جوز الهند كلهم سوا عم نخرطون مع بعض بنحصل على عجينة متماسكة بعد ما احصل على عجينة متماسكة رح اعمل انا بشكل بول واحشيها من زبدة الفستق وايضا بدي حط على وجه من الفستق السوداني بس طبعا الفستق السوداني بدنا نطحنه شوي ونضيفه على وجه وسطنا لكان العجينة بعد بدا بعد بدا خلط العجينة بستعين بقليل من عصير البرتكال تضيف لقالا كمان مشاهديننا عصير البرتكال ما تنسوا تحطو كمان من القرفة وايضا ما تنسوا تحطو من هال المطهون لكان ارفي وهال المطهون ما تنسوا تضيفه للخلطة هون عنا نحنا الجوانح الجوانح عم بيغلو مع صلصتهم مع السكر مع العسل مع الخل مع العصير وايضا مشاهديننا مع الفلفل الاسود ومع الملح لكان هون تقريبا صار عمنا العجينة صارت جاهزة عمنا العجينة هايدي هي العجينة لكان العجينة متل ما عم نشوفها صارت جاهزة عمنا هايدي العجينة خلينا نشوفها انا وياكم رح نحشي هايدي العجينة زبدة الفستو وايضا في عندي الفستو السوداني الفستو السوداني لكان مشاهديننا رح نحط الفستو السوداني على الوجه طبعا بعد البريك مش هلا خلينا نريح شوي العجينة رح شيلها انا من الخلاط الكهربائي وكان منشيلها من الخلاط الكهربائي منحضرها بتاني فقرة رح نحشيها من زبدة الفستو اللي ضل في عننا وصفة بعد ما خبرتكن عنها اللي هي الطبخة اللي بلشنا فيها باول فقرة اللي هي الفول مع السلق واللحمة رح خبركن عنها بس مش هلا اللي بدنا نروح نحنا وياكم مع بريك صغير ومنرجع سوا موسيقى موسيقى موسيقى